السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ملاد سامير من اكاديمية بي برو تريدر وموقع فوركس تويت ان شاء الله اقدم لحضراتكم التحليل اسبوعي ولكن تحليل اسبوع ده مختلف وده لوجود معانا محلل كبير جدا مش هرفنا في مصر وهو الأستاذ خيران الخياري مدير وصاحب قناة الخياري وطبعا هشرفنا بإذن الله برؤيته الفنية البعض اسم السوء السعودي وكمان معاه لزوج من احد ازواج العملات العالمية الفوركس هبدأ معاكم بإذن الله على سهم اعمار في السوء السعودي شايف سهم اعمار ان احنا ممكن من مستويات 78 مستويات مهمة جدا يفترض ان السعر لا يتخطيها بإذن الله 78 إلى 58 تقريبا وبإذن الله ممكن يكون الهدف مبدئيا التسعة سبعين عشرة تلاتين ونقدر كمان نستمر إلى عشرة سبعين ده بالنسبة للسهم اعمار وشايف فرصة ممتازة بالنسبة منطقة هيعيد اختبارها كمان منطقة مقاومة السعر اختراقها وبإذن الله فعادة الاختبار هتكون منطقة دخول ممتازة بالنسبة لسؤول عملات شايف الفرصة الاوضح بالنسبة لي هي على النيوزلندي دولار متوقع ان احنا ممكن نشوف خبوط على النيوزلندي دولار تقريبا خمسين نقطة ستين نقطة إلى مستويات الستة وستين تمانين تقريبا ومنها ممكن اي برايس اكشن شرائي نقدر نشتري من المنطقة دي طبعا بستوب البيرايس اكشن اللي هيحصل وكمان متوقع ممكن نعمل فيك اوت للمنطقة دي يعني المنطقة هنا نهايتها سبعة وستين تلاتة وخمسين سبعة وستين زير وخمسة ازف متوقع ان احنا ممكن نعمل فولس بريك للمنطقة دي ومنها نبدأ في الصعود اذا برايس اكشن شرائي في المكان ده نقدر نشتري بالهدف طبعا عند مستويات التسعة وستين او التمانية وستين تسعين ومن هناك بإذن الله البيع حيكون بوقف الخسارة قريب جدا اللي هو القاع عند التسعة وستين سبعين يعني منتكلم تقريبا اللي ستوبة يكون من ستين إلى سبعين نقطة والهدف ممتاز بالنسبة لي وقف الخسارة وهو تقريبا تلتمية وتلاتين نقطة يعني بنتكلم في خمس اضعاف او اربع اضعاف بالنسبة لوقف الخسارة كمان فيه سهم بالنسبة للسوق الامريكي كنا سهم قبل قلنا من المية تمانية وخمسين للناس اللي تابعت معنا التحليل الاسبوع الماضي قلنا من المية تمانية وخمسين يكمل إلى المية اتنين وسبعين والحمد لله تحقيق النموذج الاول شايف ان احنا طول ما اعلى مستويات المية تمانية وخمسين هنكمل بإذن الله إلى مستويات المية سبعة وثمانين طبعا ده بشرط مبدئيا الإغلاق فوق مستويات المية خمس سبعين المنطقة المقاومة اللي تكونت ونزل منها السعر تقريبا في آخر يومين أو تلات يام في الاسبوع الماضي ممكن نرجع تاني نعيد اختبار مستويات المية تمانية وخمسين ومن هناك نقدر ناخد عود كل من نفس المكان العقد الماضي بسترايك قريب طبعا والهدف بإذن الله مية سبعة وثمانين شايف المنطقة الوحيدة اللي ممكن تنزل قبل لتكوين قاع جديد أسفل المية واربعين ممتدة حتى الميتين وعشرة دولار إذن طول ما احنا تحت المكان ده أقدر اخد عود كل طول ما انا أسفل الميتين وعشرة بنفس الهدف وصلنا للميتين أو الميتين وعشرة دولار خلاص انسى الكل على سهم قبل وابدأ في عود بوت نقدر نستهدف كمان مستويات المية وثلاثين دولار دي وجهة نظر نظري الشخصية وطبعا دلوقتي عشرفنا الأستاذ خيران بوجهة نظره لبعض الأسهم والعملات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين أشكر الزملاء والأخوان في أكاديمية بيبرو تريدر على الاستضافة وحسن الاستقبال وكل الشكر والتقدير للأستاذ أحمد أبو مازن والزملاء كلهم كميل والأستاذ ميلاد سعيد جدا في تواجدي معهم طبعا وحرجتهم قبلهم بأني لازم أطلع معهم وأحلس كم ساهم طبعا مش هكتر أن أعطيكم ساهم واحد وتكلم عنا في السوق السعودي وعندنا برضو عملة واحدة حنتكلم عنا في العملات طيب بالنسبة للساهم اللي حنتكلم عنا هنا اللي هو ساهم رعاية طبعا الرعاية الملاحظة أنه الفريم الأسبوعي وطبعا هذه التست لمنطقة شهرية سابقة موجودة هنا أعطيكم المنطقة الشهرية وهذه منطقة شهرية سابقة سابقة تكلمنا عنها هذه منطقة شهرية الآن هو كون عندي طبعا فيه شمعة شرائية كانت سابقة شهرية والآن على الفريم الأسبوعي عندنا كمان منطقة أسبوعية فريش من هذه المنطقة تقريبا عند هذه المنطقة الشراء ممتاز بهدف أنه ممكن نطلع إلى القمة الأولى هنا طبعا تحتاج وقت بمتاجرة طبعا الفريم اليومي هو موجود عندي هنا لكن ما في منطقة واضحة جدا لذلك أفضل المتاجرة على الفريم الأكبر ويكون هدفنا كما ذكرنا سابقا إلى هذه المسعر تقريبا تحتاج وقت طبعا الصفقات طبعا السبح يكون تحت هذا القاع مباشرة لو كسر هذا القاع احتمال نحن نتوجه إلى هذه المناطق الموجودة هنا مباشرة هذا بالنسبة إلى سهم رعاية بالنسبة إلى الدولار كيندي دولار كيندي وواصل منطقة أسبوعية بهذه المنطقة طبعا على منطقة شهرية موجودة هنا تماما الآن كون عندي منطقة يومية موجودة في هذه المنطقة هنا منطقة يومية وعندي منطقة عرض أسبوعي هنا وهذه منطقة يومية متداخلة معاها تماما هنا أتكلم لكم من جديد بالنسبة للدولار كيندي دولار كيندي وصل منطقة على فريم أعلى شهري طبعا كانت المنطقة الأسبوعية هنا غير جيدة وصل إلى المنطقة الشهرية ارتدى الآن بشامعة إيجابية بهذا الشكل شامعة شرائية طبعا كسر عندي عرض هنا فلذلك هذا يعتبر واو التريد على منطقة شهرية احتمال الشراء من هنا منتاز إلى هذه المناطق الأسبوعية والبيع من هذه المناطق الأسبوعية طبعا حيكون نستبقى فوق كل قمة 25 نقطة وهنا أسفل هذه المنطقة 25 نقطة نستهدف هذه المناطق طبعا البيع من هذه المناطق ممكن تستهدف مناطق عالية جدا يعني بشكل كبير جدا يعني إذا وصل أول للبيع إذا وصل بهدف أكبر طبعا البيع بهدف أكبر هذا ما لدي شكرا للجميع طبعا في نهاية التحليل الأسبوعي كانت فرصة منتازة أو فرصة سعيدة جدا أن أنا أتواجد بوجود الأستاذ خيران وسعيد جدا وشرفتنا في مصر ومنشكرك وأتمنى التوفيق للجميع أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا